رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول أخوكم من اليمن أبو فارس أبو فارس له جمع من الأسئلة في أحدها يسأل ويقول ما حكم من يأمر أخته بالحجاب وزوجها يرفض ذلك مع العلم أن أهل بيتها التزموا الحجاب الشرعي وحينما ازدادت المشكلة أمرها والدها أن تلبس الحجاب لكن زوجها لم يرضى بهذا فكيف يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا الواجب أن تلتزم الحجاب طاعة لله عز وجل ولا تطيع زوجها في معصية الله لأن ترك الحجاب معصية لله ولرسوله فلا تطيع زوجها لذلك لأن الحجاب أمر قد أمر الله تعالى به قال تعالى يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ودنين عليهن من جلابي بهن لالك أدنى أن يعرفنا فلا يذين وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضلن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فالحجاب أمر واجب وهو مما أمر الله به ورسوله والزوج الذي يرفض ذلك ولا يرضاه هذا زوج غير صالح ولا يطاع في معصية الله عز وجل نعم